بالتزامن مع إجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية والمقررة في الحادي عشر من الشهر الحالي تتعالى الأصوات الداعية للمضي قدما في إتمامها في قطاع غزة قبل أن تبلغ هذه الشابة التاسعة والعشرين من عمرها وقبل أن ينضج مفهوم الديمقراطية لديها وقبل عقود مضات أجريت آخر انتخابات محلية للمجالس البلدية في قطاع غزة الانقسام وعثرات السياسة لعبت دورا بارزا في عدم منح الفرصة لأجيال متعاقبة من المشاركة في الانتخابات وإن كانت انتخابات محلية حاليا عمري 29 سنة أول انتخابات صارت ما صح لي أنه أنا ألون أصبع باللون الأزرق ما صح تلناش الفرصة فيما بعد أنه إحنا نخوض التجربة هذه ونشوف إيش الإجراءات اللي بتنعمل إيش الخطوات اللي بتصير في آليات الانتخابات والمجلس البلدي لا تنفك الخلافات بين الفصائل عن وضع العقدة في المنشار إذا ترفض بعضها في غزة تارة دعوة السلطة الفلسطينية لإجرائها باعتبارها تخدم مصالح حزبية وتارة ترفض السلطة إنجازها بغزة بسبب إجراءات قانونية وبين هذا وذاك يمضي حلم إنجاز الانتخابات نحو الأفول للأسف الظروف السياسية والاجتماعية في المدينة منعت في أكثر من مرة حدوث انتخابات الهيئة المحلية وأجلت أي انتخابات في وقت سابق البلدية تطمح لإشراك المواطنيين وتعزيز المسائلة الديمقراطية كونها غير صاحبة قرار في تنفيذ الانتخابات تعمل على إيجاد عدد من البدائل لإشراك المجتمع لا زال يمارس وحش الانقسام الفصائلي الأيدولوجي والذي أصبح اليوم جغرافيا بين غزة والضفة أبشع الجرائم بحق الحريات من خلال قطع العلاقة بين إصبع المواطن الغارق في الحبر وصندوق الاقتراع في كل مرة توشك فيها انتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة من إتمامها تصطدم ببعض الحواجز التي لم تقدر كل التفاهمات السياسية من تجاوزها وتخطيها والوصول بها إلى بر الأمان غزة العلون رؤية قطاع غزة